والله يشوف هو فما المقترح معناها تقدموا به مجموعة من نواب وهو موجود في البرلمان وفما كما اسمعنا أن الحكومة زاد اليوم عندها معناها مشروع قانون بيش تبعثوا معناها للبرلمان معناها اليوم مشروع القانون بتاع الحكومة ما زينا ما نعرفوا عليها ما زينا ما نعرفوا لي حتى شيء وبالناسبة للمقترح معناها اللي موجود اليوم من نواب هو مقترح معناها يناقش ويتحد فوق الطاولة وتنجم تصير فيه معناها تعديلات وسمع حسب معناها الأستاذة تريفي تاوى أنه خذين المقترح معناها اللي مقدمينه معناها النواب وربطوا بمقترح الحكومة اللي قال ما زينا ما نعرفوا لي حتى شيء احنا بدنا ما زينا ما نعرفوا لي حتى لن يوصل البرلمان ورؤوا البرلمان فيه لجنة الحقوق والحريات وفيه نواب وأكيد أنه مش تصير الاستماعات لمكونات معناها المجتمع المدني والجمعيات وباش نوصلوا القانون اللي يحل إشكاليات حقيقية موجودة لأنه المرسوم الثمانية وثمانية روى عليه فيه زينا برشهينات معناها اليوم أنا تمنيت أنه الندوة اللي صارت اليوم أحكيت زينا كيفاش النجموا نطوروه القانون كيفاش نجموا نزيدوا الراقب والتمويلات أما أحنا في تونة مواذك المرسوم موجود لنشدوا فيه صحيح عبارة قرآن ما لازموش يتمس وليك ما عناش نقد لأون يقولوا لك ذاتر سمحني تفاعل أنا معاك يقول لك بين التطوير والتنقيح من أجل التضييق رو فما برشة فوارق يعليش أنت افترضت أنه بشي ضيق على شن هو بشي ضيق إذا كان نحن اليوم نقولوا رو لازم مراقبة للتمويلات اللي قاعدة توصل رو إذا كان اليوم نقولوا لازمنا معناها فما برشة جمعيات التمويلات اللي قاعدة توصل ما ناشقا عاديا نعرف وين ماشي تمويلات هذي فنقولوا رو فما جمعيات التمويلات نتاعها قاعدة تمول في أحزاب سياسية وفي حركات أخرى تنجم تكون زي تتمول في الإرهاب إذا كاننا نطوروا في إطار أن الجمعيات هذه لازمها تقوم بالدور التنموي والاجتماعي والثقافي كلهم في مجاله يعليش نحن ضد التطوير وعليه نحن افترضنا أن القانون أي قانون جديد أنه يضيق على الحقوق والحريات هذه مكاسب للدولة التونسية وما فما حتى واحد اليوم ينجم يمس منها فاتمنيت أنه الندوة اللي صارت اليوم معناها تاخذ القانون اللي موجود اليوم وتعمل فيه معناها مقترحات التعديل تكون واضحة باش ننجموا احنا قدموا باش نراقبوا التمويلات اللي اللي جاي ما ينكر حتى حد وراوي إذا كان فما من الحاجات الممتازة اللي صارت بعد 2011 هو الانفتاح هذا اللي موجود والمجتمع المدني والاجسام الوسيطة اللي هي قاعدة تخدم في خدمة جبارة وأي ديمقراطية لازم يكونوا فيها الجمعيات ولازم يكون فيها مجتمع مدني قوي لكن هل أنه سيلي ببارفية اللي من نجموش نمسوه لو أندوسا بعيد بارشة على الشي هذا فيه بارشة هنات ولازم يتنقح باش نجمو نزيدو نطورو فيه مش فيه أنه نحدو من عمل الجمعيات لكن الرقابة زادها لازمة أنت معا تنقيح النقطة المتعلقة بالتمويل الأجنبي اليوم لجمعيات معاها لأكثر رقابة ولأكثر رقابة ولأكثر حوكمة لأنه فم برشة جمعيات الفلوس اللي تجيل كلها جاية للوتلو اللي بوز كافي زادة سامحني أنا مش نسمح لك بالفلوس هذي كل باش تدخل للبلاد يقول لي شنو الانتاجية متاعك انت موليزم تكون فم انتاجية للجمعيات إخي أنا باش نجيب الفلوس لنا هذي تولي حتى دي دي تور نمون دفوع هذي تولي مشكلة حتى الهنية للبلاد راهوا القانون في هينيت في بارشة مكاسب أكيد لكن في بارشة هينيت ولازم نران نطوره وما نخافوش من التطوير واللي عنده مقترحات جدية وتعديلية للقانون واللي صالح للبلاد راهوا البرلمين مفتوحوا أي قانون بش يجيم الحكومة وإلى القانون اللي موجود توا واللي مقترحين النواب أكيد بفهم التفاعل أكيد بفهم التفاعل بش يصير التفاعل بش نصلوا بالحق القانون يخدم البلاد هذي نسمع رأيك طارق